تسأل تقول حكم أربع ركعات قبل صلاة العصر أخت بنتم عمر من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لي أربع ركعات قبل صلاة العصر ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حسن سناده كثير من أهل العلم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا والمقصود بعد أذان العصر بعد أدان العصر ركعتين تسلمين منهما ثم تقومين وتأتين بركعتين ولا شك بأن هذا الحديث فيه دلالة على فضل هذه الركعات الأربع قبل صلاة العصر يعني قبل الفريضة طبعا هذه تصلى قبل صلاة العصر بفعل المصلي يعني مثلا أنت الآن ما لك علاقة بالمسجد أفترض الآن المسجد صلوا العصر أنت ما صليت بعد نصف ساعة أو ساعة حبيت تصلين ممكن تصلين أربع ركعات قبل العصر لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن السنن القبلية مرتبطة بفعل المصلي وليس بفعل المساجد بارك الله فيك